إننا يعني طبعا إحنا فصل الشتاء طبعا والأغلب الناس فيه بتشتكي من من إيه يا ردوة من السمنة أيوة إحنا بنبقى عاديين مكلفتين وعايزين طول الوقت حاجات آه والله يا أستاذة ناكلها ونشربها إحنا بنزعل قوي إن وزننا زاد كم كيلو كده للأسف فترة الشتاء من الأكل والحلويات وبعض المشروبات الدفية الجميلة زي السحلاب والكاكاو وغيرها اللي ممكن أنها يعني تساهم بشكل فعال في زيادة الوزن بس طبيعي تاكل كتير ووزنك هيزيد شكده ده نظرية طب كل زيد بس الغريب إنك تلاقي كلام جديد وغريب إن فيه دراسة جديدة اتعملت في جامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا ونشرتها نيويورك بوست بتقول إن فيه بعض المواد الكيموية بنستخدمها بشكل يومي ممكن إنها تتسبب في الإصابة بالسم والعلماء في الدراسة دي كشفوا إن فيه 11 مادة كيموية موجودة في حاجات بنستخدمها بشكل يومي زي مش هتصدق زي الشامبو والبلسم وأكياس الأغذية المجمدة بس كلنا بنستعملها الستات اللي بيشتغلوا طبيعي اللي بيستعملوها أكتر يعني وإن دي لحاجات جهية ممكن إنها تكون سبب في تعطيل التمثيل الغذائي وإنها تسبب السمنة إيه صحة الكلام ده؟ خلونا نعرف من ضفتنا اللي منورانا هاتفيا دكتورة سماح سليمان أخصائي التغذية العلاجية مساء الخير يا دكتورة سماح مساء نور إزاي حضرتك عملا إيه؟ أهلا بحضرتك منورانا يعني كلام الحقيقة بالنسبة لنا جديد وغريب فكرة إنه 11 مادة كيموية ممكن يكونوا بيسببوا السمنة فحضرتك قول لنا أولا هل الكلام اللي في الدراسة ده فعلا صح ولا لا يعني علاقة الشامبو والبلسم وأكياس الأغذية المجمدة بفكرة الإصابة بالسمنة؟ هو أولا دي فكرة أصلا المواد الكيميائية اللي بتبقى موجودة في الحاجات البلاستيكية احنا عارفين من زمان إن هي بتأثر على حاجات ثانية كتير فهي صحة الدراسة هي الدراسة فعلا صحيحة لكن هي مش بتأثر إن هي بتدون الوزن بطريق مباشر يحنا تقاربنا من زمان إنه حيب نفعش نحط مثلا حاجات السخنة في حاجات بلاستيكية عشان بتتفاعل مع الأكل وإحنا بدأنا نتابه ده كلنا كأمهات أو عامة كأفراد إن إحنا نبقى عارفين ما نحطش الحاجات السخنة في البلاستيك بس هي فعلا دي دراسة حديثة المواد التي تبقى موجودة زي المواد التي تبقى موجودة في الحاجات البلاستيك الشامبو والبلسم والكلام ده ممكن تزود الوزنة عن طريق إن هي بتقلل التمثيل الغذائق أو بتقلل الحرك تقلل للايه الحركة؟ الحرك الحرك آه بتقلل الحرك علشان كده هي ممكن تسبب الفمنة بطريق غير مباشر يعني مش فعلا وإحنا بنأكل الشامبو ده ولا البلاسم ولا بنحطه جوه بعدتنا عوامل خارجية هي اللي بتخلينا نتخن يعني في عوامل طبعا خارجية بتخلينا نتخن بس من المواد دي أورادي ممكن تكون بتأثر بالسلب عن طريق مثلا الامتصاص بتاعها داخل الجسم مش فرط إن إحنا نكون بناخدها من الأكل بس هي لسه دراسة جديدة وأكيد هيتعام عليها دراسات تانية كثير لأنه مش بناخد المعلومة عمتا من دراسة واحدة مفروض فيه دراسات تانية كثير قوي بس هو عمتا أكيد مش هنبطل نستخدم الشامبو أو كده بس الحاجات الفلاستيكية الاستخدام بتاعها أورادي لازم يبقى بحساب اللي هي الأكياس مثلا يعني يا دكتورة سماح فكرة الأكياس الفلاستيكية الحاجات دي يعني المواد اللي فيها بتنتقل مثلا للأغذية أو لو كانت في الشامبو فبتنتقل لشعرنا فده بيأثر على التمثيل الغذائي هل ده مقصود؟ آه بس مش بطريق مباشر يعني احنا مش هنبطل نستخدم الشامبو ولكن هي الفكرة كلها برضو في اختيار النوعيات أو اختيار الحاجات اللي احنا بنستخدمها لنا وبرضو دي دراسة واحدة لسه مش مؤكد تماما الكلام ده بنسبة 100% لازم أي حاجة عشان نقول ان هي فقط يتعامل عليها كذا دراسة مش دراسة واحدة لكن أورادي مش ده الحاجة الوحيدة اللي بتقلل التمثيل الغذائي احنا أورادي في فصل الشهر زي ما حضرتك قلتي وبناكل كتير وفي حاجات عندنا كتير أورادي بتقلل التمثيل الغذائي أو بتقلل الحرق وده اللي بيؤدي بطريق غير مباشر لسهننا بس حضرتك دكتور يا سامح حضرتك قلتشي انه انه ستات كلهم عارفين انه يعني المواد الغذائية اللي في البلاستيك أصلاً بتتخن أول مرة أنا عارف بصراحة يعني يعني مثلاً ده احنا الستة العاملة يا دكتور يا سامح يعني الستة العاملة بتبقى طبعاً أسهل لها قوي 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 إنها تروح جايبة حاجات رجي نص سوى حاجات كده يعني يعني أسهل لنا ما نقض نقطة في الملوخية ونخرطها وكلام من ده يعني فإيه المشكلتها دي أنا هقول لحضرتك أنا مثلاً كستة عمالة ما أنا بشتغل بحاول برأتي في مواد أو في حاجات كودة بلاستيكية بتبقى صحية ومش بتتفاعل مع الأكل غير الأكياس العادية هي بتبقى مكلفة يعني مش حاجة مش تكلفة عالية ولكن دي بتبقى عالة بنحتفظ بيها مع يعني مع الأكل سواء في الفريزر أو سواء في الثلاجة مش مع الحرارة يعني مش مع الحاجات السخنة بنستنى الأكل يبرد شوية وبنحط دا موضوع تاني أنا فهمة إن إحنا مجرد نشتري شوية خرشوف جوة حاجة بلاستيكي بقى خطر افتكرت يعني يتخن هو دا؟ لا لا مش يتخن لا مش يتخن لا مش قصدي كده بس أنا بكتلم إن إحنا بنحاول دلوقتي نختار نوعيات الحاجات أو العلم الأكياس أو المنتجات الأمينة اللي إحنا أصبحت حضرتك دا مهمة أوي ناخد بالنا مش أي حاجة بلاستيك نحط فيها الأكل بتاعنا طبعا دا أي حاجة نستخدمها لأ بقينا دلوقتي في وعي كبير أوي بأرواع البلاستيك ومواصفاتها طبعا آه طبعا دا ناخد بالنا من صحيتنا ومن صحيت ولادنا أكيد إحنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك دكتورة سماح سليمان إخصائي التغذية العلاجية شكرا يا دكتور سماح شكرا